بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هل ان امريكا ممكن اذا حمي الوطيس ان هي تضرب تركيا بالقنبلة النووية اللي عايز الاجابة لأ واللي عايز التفاصيل هقولك الحكاية من الالف الى الياء فركز معايا ايه هي العسكرية ايه هو التمركز العسكري ايه هو خطوط الامداد اما تعرف الحاجات دي تتعرف ليه هي امريكا ستكون عاجزة عن ضرب تركيا بالقنبلة النووية شوف يا سيدي اذا ما فكرت امريكا ان هي تضرب تركيا بالقنبلة النووية فالصاروخ اللي هيحمل القنبلة ده هتقبله عشرين الف مشكلة المشكلة الاخطر فيهم ان هو محدش في الدول هيسمح له ان هو يعبر من الاجواء بتاعته يعني مثلا الانجليز اللي هما اكبر اصدقاء للامريكان هتيجي الامريكا تقولهم خلوه يعبر من عندكم هيقولوا لا والله ما يعبرش من هنا ليه لان الانجليز عارفين ان الصاروخ قد لا يعبر بسلام هما فاهمين الحتة دي كويس وكل واحد يفهم في الموضوع فاهم الحتة دي كويس ليه قد لا يعبر بسلام اي حاجة ممكن تحصل الشخص اللي متجه اليه الصاروخ كمان مش هيسكت وهيضرب صواريخ مضادة للصواريخ والصواريخ المضادة للصواريخ اخف من الصاروخ المهاجم بكتير السبب ايه السبب ان الصاروخ الخفيف دوت هو طالع عشان يدمر صاروخ بس وبالتالي مش محتاج ان هو يشيل كمية كبيرة من المتفجرات ومن الحاجات دي وبالتالي بيخف كل حاجة بقى حواليها وبيخف وزن الوقود وبيخف التصميم الصاروخ وبتخف حاجات كتير لانه كل الحاجات المتفجرة اللي هيشيلها ومحتاج مثلا يشيل 100 كيلو متفجراته يمكن اقل عشان يقضي على المهمة يقضي على الصاروخ التاني وينفذ المهمة بتاعته وبالتالي الصاروخ المضاد للصاروخ بيكون اخف منه في الوزن تقريبا يعني اقل منه 80% من الوزن وده بيدي له فرصة انه يكون اسرع وبيدي له قدرة اكبر على المراوغة وبيدي له فرصة انه هو يلف ويرجع مرة تانية لو ما اصبوش من اول مرة وبيبقى موضوع الرادارات ممكن ده يمشي على مستوى من خفض وبالتالي الرادارات هتتعاكس وكذا ووقت الحرب بقى في فجور وادم انت كدولة فتحت المجال الجو بتاعك لعدوي ما تلومنيش بقى لما انتهك المجال الجو بتاعك لان بقى ايه يروح ما بعدك روح مشاهدين الكرام فضلا وليس امرا ادعموا الفيديو بالاعجاب وبالمشاركة ودعموا القناة بالاشتراك ولا تنسوا تفعيل الجرس واختيار الكل اذا كانت قناتك عربية او اول اذا كانت قناتك باللغة الانجليزية ليصلك جديدنا اولا باول فطبعا مشكلة الصاروخ اللي هو هيحمل الرأس النووي سواء كانت قنبلة او غيرها طبعا مشكلة عويصة جدا هياخد وقت طويل جدا انه يطلق من اي ارض عشان يوصل عايز له ساعات طويلة الصاروخ المضاد له اسرع منه ثلاث مرات او ست مرات حاجة زي كده وبالتالي هيقابلوا بعيد جدا عن الهدف المطلوب يعني مسألة وعرة جدا في ان القوى العظمة توصل ضربة نووية لقوى عظمة تانية او حتى لدولة عندها قدرة صاروخية وتقدر تعمل حماية صاروخية لاجواءها او عندها رادارات قوية او ما شبه ذلك طبعا البديل ان هما يمشوا الصاروخ في فوق المياه الدولية وفي دول لها ترفض لانها تبقى قريبة جدا عليهم يعني فرنسا مثلا هترفض ان صاروخ زي دوت يعبر البحر المتوسط اسبانيا هترفض ان هو يعبر جبل طارق طبعا ما بكلمكش على العرب لان العرب ما بيرفضوش حاجة العرب منبطحين اخر انبطاح وبعدين ان الصاروخ لو فكر مثلا يلف من فوق افريقيا وكذا يعني الموضوع يزداد تعاسى لانه هيبقى هدف سهل للصين وهدف سهل للروس وهدف سهل الاتراك وهيوقعوه قبل ما يوصل تركيا يعني بالاف الكيلومترات كمان طيب الغرب بدأ ان هو يتغلب او اراد ان هو يتغلب على الموضوع ده بحتة ايه بحتة ان هو يعمل تمركز عسكري قريب من اعداءه بحيث انه يقدر يضرب عدوه وعدوه ما يقدرش يطوله والتمركز العسكري القريب من العدو دوت تقدر تشوفه في امثلة كتير يعني من التاريخ مثلا اجيب لك الازمة كوبا اللي حصلت بالجون كيندي واعتقد كان السوفيت في الوقت ده اعتقد كمانا خلا تشوف الازمة دية باختصار ان الامريكان جم وحطم الرؤوس النووية اعتقد في تركيا لان هم كانوا مدخلين تركيا الناتو عشان تشيل كل البلاوة كل المسئوليات وتركيا طبعا استفادت من ناتو كذلك بان الروس ما قدرش يغزوها كانوا اللي تعزو في انت كان عايز يغزو تركيا مقدرش لانك اتعوضوا في الناتو فطبعا لما تيجي انت تشوف الازمة اللي حصلت دي جم الامريكان حطوا الرؤوس النووية في تركيا وبعد ما حطت الرؤوس النووية في تركيا راح تشوف عمل ايه يا سيدي راح حاطت رؤوس نووية في كوبا بالمقابل في سرية تم وبعدين لما اكتشف الموضوع جن جنون الامريكان وقال لك لازم تتشال وازمة او شكت على اندلاح حرب عالمية نووية ثالثة لكن نزعوا فتيل الازمة بانهم اتفقوا على نزع الرؤوس النووية من كوبا مقابل نزع الرؤوس النووية من تركيا ونزعوها تقول لي تا فيه تاني اقول لك مولا رؤوس ضعفه وجرب تشوف اكلها وبعد كده حصلت تغيرات الفترات دي رجعت امريكا حطت رؤوس نووية مرة تانية طبعا عملية التمركز العسكري كمان تشوفها من قاعد الغوام انتو عارفين قاعد الغوام الامريكية دي جزيرة غوام دي مساحتها 500 كم مربع او 550 كم مربع بينها وبن الصين 3000 كم وبينها وبن امريكا حوالي 9000 او 10000 كم وامريكا خادت الارض ديت وقالت لك دي ارض امريكية وخلت العالم كله يعترف ان ديت ارض امريكية برغم ان بينها وبن السواحل الامريكية 1000 كم لان القوة تفرض الواقع وتحميه الجزيرة دي اللي بيعلوا في العالم بياخدها الاسبان خدوها قبل كده فطبعا امريكا بتتمركز عسكريا في الحتة دي عشان تبقى قريبة من الصين تقدر تضرب وضرباتها تبقى ايه اسرع وتصل في وقت اقرب لكن برضو مزالت المسافة بعيدة ومزال ان هو توصيل الضربات سواء الصاروخية سواء كانت نووية او غير نووية توصيل الضربات الصاروخية شيء يعني شيء في منتهى الصعوبة لما جاء بوتين قال انه لن يتنحى بشار الاسد ده الكلام ده في 12 اربعة او 13 اربعة 2018 وامريكا قالت سهنضرب الاسد وبوتين تعهد باسقاط كل الصواريخ الامريكية اللي تنطلق من البحر متجهة الى سوريا وقتها ترامب غرد وقال استعدي يا روسيا جايلك صواريخنا جميلة وجديدة وقوية ورينها تسقطيها ازاي اللي حصل ان جات امريكا بيقصطولها ورابطت في شرق المتوسط وبدأت فعلا تطلق صواريخ التومهوك اللي ايها كتعمل رعب لاوروبا وللعالم كله وبدأ الروس يسقطوا صواريخ تومهوك وبالفعل اسقطوها وسقطت معها الهيبة الامريكية ككل ده كمان نموذج من نمازج ايه التمركز العسكري وعدم قدرة الدول على ان هي توصل الضرابات الصروقية بتاعتها بينما لما البوارج الامريكية ترابط في شرق المتوسط يعني هيكون بينها من سوريا قدية هيكون بينها مثلا 20 كم مثلا او حاجة سي كده فما بالك ما يبقى بينك وبينهم مثلا 3-4-5-1000 10-1000 كم مستحيل هتقول لي ممكن يستعملوا الاراضي الالمانية ولا دولة من الدول المحترمة او الشبه المحترمة مستعدة ان هي تسمح لامريكا باستعمال اراضيها في هذا الامر عشان ايه وايه السبب هقولك السبب ان الدولة اللي هتسمح باستخدام اراضيها في اطلاق صواريخ او تفتح المجال الجوي تعبوره صواريخ او حاجة زي كده هتعتبر الشريك في الحرب ومناصر بشكل مباشر وبالتالي هيبقى هو في مشكلة مع الجار والجار هيضرب مصادر النيران بكل شراسة والعدو اللي جاي من بعيد زي ما خلوصي اقار كده قال فيه ناس جاية من بعيد من الاف الكيلومترات مش عارفين هما جايين المنطقة يعني بينتخذ وجودهم في المنطقة وجايين عايزين يتحكموا في المنطقة وعايزين يشعلوا المعارك في المنطقة يقصد الامريكان طبعا فما فيش دولة هتسمح لاي تمركز عسكري على اراضيها ولا هتسمح بفتح الاجواء بتاعتها لصواريخ تعبور عشان تصل الى تركيا او تصل الى روسيا او تصل الى الصين او ما شابها ذلك لذلك هنا بقى سر التمركز العسكري ايه ان امريكا عايزة تجيب يعني قاعدة عسكرية ضخمة جدا في نقطة معينة تضرب بها الضربة الاولى بس المشكلة ان القاعدة العسكرية مهما حطط لها من سلاح هيبقى محدود يعني هيخلص وبعد ما يخلص هيحمل واطيسة بالشباب وعشان كده هو الوقت الكل خايف من الحرب الكل خايف من الحرب العالمية التالتة وكل الناس عمالة تتذكر موقف الالمان في الحرب العالمية الاولى ويتذكروا ان الالمان كانوا بكل الحسابات المفروض يخضوا على جميع الخصوم لكن في الحقيقة الالمان كانوا الخاسر الاكبر من وراء الحرب العالمية الاولى لذلك ما فيش أصلا القائد اللي عنده جرأة على أنه يتخذ هذا القرار عرفتنا بقى التمركز العسكري والقواعد العسكرية بعض الإخوة بيعتقد أن القواعد العسكرية تقدر تعمل مدد لقوات القواعد العسكرية بتحتاج لإمداد أصلا بتحتاج لإمداد لأن القواعد العسكرية مش منبع يعني ما عندهاش زراعة ولا صناعة ولا كده ده هي عندها شرط مخازن بتخزن أسلحة على قدها لحد يعني يكفوها أو يزيدوا شوية عن المهام اللي هي موكلة لها ما تقدرش تديلك منهم والقواعد العسكرية هي نفسها في حاجة إلى دعم طيب بقي خطوط الإمداد خطوط الإمداد دي بقى أخطر حاجة في المعركة ونابليون اتهزم في وطرلو أعتقد ما خنتنيش الزاكرة برضو بسبب أنه هو الإمداد وصل متأخر وقالوا أن الإمداد وصل متأخر يعني عن قصد فالإمداد رايح للجيش فلا الجيش مات المهم الإمداد ده طبعا أن ما تضمنش وده اللعب كله اللي حصل على ليبيا الوقت الإمداد ده لو ما تضمنش يا جماعة ما حدش يقدر يحارب ولا ساعة زمن وحدك حطها في دماغك كده لأنه مهما كانت القوة اللي هي راحة هناك رايحة قوية جدا هتحارب ساعة اثنين يوم اثنين أسبوع اثنين شهر اثنين وبعدين السلاح خلص الزخيرة خلصت الجنود الإصابات إنها فيه غرحة عايزين يتنقلوا وفيه مشاكل كتير هتحصل وبالتالي لو ما فيش إمداد وما فيش رعاية كل حاجة هتروح وراحة عليك المعركة يا ابو الشباب طبعا يا جماعة عوامل النصر بوجه عام عشان الجيش حقق نصر لازم اقتصاد قوي جدا عشان يدعم المعركة وبعدين الاقتصاد لوحده مش نافع يعني هو مطلوب جدا وأساسي جدا لكن لوحده ما يكفيش وبعد كده بعد الاقتصاد لازم الصناعة الحربية المتطورة بتاعتك اللي أسررها معك إنت مش أسررها مع حد تاني ده كمان إيه شيء في منتهى الأهمية لذلك إنت تجد إن تركيا دايما تحرص على إيه إن هي مش تاخد سلاح إن هي تاخد تاخد التصميم والأكواد وهي بقى تعمل وتغير في الأكواد براحتها بحيث إن هي تبقى إيه سيدة الموقف مفيش حد يجيسيبها في وسط المعركة أو يشارط عليها أو يضغط عليها أو يزلها أو يحقق منها أي مكاسب تحت إيه ضغط المعركة فتركيا طبعا محترسة جدا من الموضوع ده فطبعا الاقتصاد وبعد كده التسليح وبعد كده التمركز العسكري إنت موضعك إيه من العدو بتاعك وبعد كده خطوط الإمداد هتوصل إزاي للتمركزات اللي إنت عاملها وأخطر بقى من ده كله حط ده كله في كفة والشباب وحط بقى المخابرات وغرف المخابرات المظلمة في كفة تانية سواء من ناحية المفاوضات سواء من ناحية التجسس الداخلي على الجنود بتاعتك إنت لأنك إنت منتش عارف الجنود بتاعتك بتعمل إيه ودي من أخطاء السلاطين العثمانيين إن هم ما كانوش فرهمين الجنود بتاعتهم بتعمل إيه المخابرات دي بقى والتجسس على الجنود بتاعتك وإنك إنت تفهم هم بيفكروا إزاي هتقدر تتعامل معهم إزاي في وسطهم خوانة ولا لأ إيه حكايتهم إيه الموضوع ده يعني معنوياتهم عاملة إيه المشاكل اللي بتقابلهم إيه الأمور دي كلها في حد بيصبطهم مفيش حد بيصبطهم في روح معنوية مرتفعة يعني دي الموضوع ده ما تنساهش فيه كمان حاجة في شغل المخابرات هو التجسس على العدو والتمركز لقطع إمداده وضرب الفتن في صفوف العدو ومور زي كده طبعا شغل المخابرات أكبر من اللي أنا قلته بكتير بس أنا حبيت يعني إيه أدي لك صورة سريعة لعوامل النصر طبعا في عوامل تانية من أهمها الجندي نفسه الجندي نفسه أما يكون مهذب ومحترم وخلوق وبيقاتل من أجل قضية عادلة وبيقاتل في سبيل الله مش في سبيل الهوى وبيقاتل لأنه هو معتقد أنه يدافع عن الحق ده الوح دي بقى قصة وعايزة شرح ولذلك أنت تجد الصحابة فتحوا الدنيا لأن المشكلة دي كانت محلولة عندهم برغم أن كان عندهم نقص في حاجات كتير تانية بس المشكلة دي كانت كانت محلولة وكان يعني معنويات الجندي وعقدته ومرخبته لنفسه وأداءه الصلاة وأداءه لأخلاقه بشكل عام استعداده للتضحية بنفسه من أجل الآخرين يعني في سبيل الله الأمور دي كلها طبعا هي يعني أنا أعتبر دي الوحدها خمسين في المية وكل اللي فده خمسين في المية أنا يا جماعة أكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر